لكن تعتقد أستاذ ضياء دخلنا أو اقتربنا من مرحلة سقوط الأقنعة؟ وصلنا إلى مرحلة سقوط الأقنعة بدأت تسقط هذه الأقنعة بدأت هذه المنظومة تتعاكل تنهار أم أنها ما زالت متماسكة؟ أنا أعتقد بداية النهاية بداية النهاية؟ بداية النهاية لأن من خلال حاديث أو التصريحات أو المقابلات تشوف بدأ بعضهم يأكل البعض وجعلنا بأسهم بينهم لشديد لشديد فهذه يعني حالة يرثى لها أولاً بعدين هذه حالة الضعف حالة الارتباك حالة اللي لا ثقة في النفس والله أنا زميلي وعمل معاي سنين طويلة ودخل بالدولة وكذا شوفه اليوم يطلع يحشي وكان هو مو جزء من الدولة ولا هو جزء من هذا النظام هذا ما كان موجود في كل أنا عاصرت من عبد الكريم قاسم إلى الدولة الحالية ما شفت ناس تحشي على ناس وهم بنفس الدولة وهم اللي يقودون دولة وهم اللي يمشون البلد حسب أهواءهم يعني هذه حالة أنا أعتقد ضعف وإرباك شكرا